وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من روكسل المحلل والاقتصادي دكتور هشام عوكل دكتور هشام يعني إلى أين يقود الرئيس الأمريكي بلاده فيما يتعلق بإجراءاته الحماية وأيضا الإجراءات الانتقامية سواء من الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر أو من كندا متى خير عليكم على المشاهدين العاطفة من المواقف والاستقطاع السياسية والدبلوماتية الغير محسوبة للترامب جعلت الاقتصاد مربوط للسياسة والسياسة مربوطة للاقتصاد السياسات ترامب العشوائية الآن اتجاه كل الدول المحيطة في الولايات المتحدة جعلت اتفاقية التجارة الحرة ونخذينا نحن نعطي تعليق ما هي اتفاقية التجارة الحرة هي اتفاقية جرت ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسي الهدف من هذه الاتفاقية كان الحد من تقليل الضرائب على السلع المنتجة في كل من الصين في كل من المكسي وكندا والولايات المتحدة جاءت حكومة الجديدة بقيادة ترامب قلبت موازين هذه الاتفاقية التي كانت تنعكت ايجابا على المواطنين داخل هذه القارة مما ادى الى تراكم واستعصاء في ايجاب حل مناسب لكي جميع الاطراض فمن هنا نجد ان القارة في الاتحاد الاوروبي عاجزة ايضا على فرض عقوبات جديدة من طرف الاتحاد الاوروبي على الولايات المتحدة والعكس صحيح هناك مشاكل اخرى ما بين الولايات المتحدة والصين هناك مشاكل اخرى اقتصادية ما بين استراليا والولايات المتحدة يعني هناك مشمل كبير من المشاكل الاقتصادية لان الاقتصاد ربط بفياسة حملجية عشوائية لكن بالضرورة الى وجود سبيل لعادة ترتيب توازن المصالح في العالم تجرع نعم اشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام حوكلة المحل الاقتصادي كنت معنا هاتفيا من العاصمة البلجيكية بروسل